منتصف ليل السبت بتوقيت واشنطن موعد يخيف ملايين الأميركيين على امتداد رقعة البلاد هذا التوقيت هو موعد الإغلاق الحكومي في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق مع الحزب الجمهوري في الكونغرس حول مشروع قانون لإقرار الميزانية الحكومية للمؤسسات الفيدرالية وفي حال وصول الطرفين لطريق مسدود سيكون إغلاق المؤسسات هو الأول منذ عام 2019 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب حجم الإنفاق هو السبب الرئيسي للخلاف فالجمهوريون يطلبون خفضة بينما ترفض إدارة الرئيس جو بايدن بشكل قاطع تقديم تنازلات بل وتطالب بإنفاق إضافي لمشاريع عدة غياب الاتفاق الحزبي يعني أن ملايين الموظفين سيصبحون بلا رواتب إضافة لانقطاع التمويل عن ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على برنامج المساعدات الغدائية الحكومية في حال توقف المؤسسات الفيدرالية عن العمل قد يطلب من موظفي الخدمة المدنية غير الضروريين البقاء في منازلهم مع عدم تسديد الرواتب إلا بعد حل المشكلة إضافة إلى أن إدارات المشاريع الصغيرة ستتوقف مع عدم إصدار أي قروض جديدة وزيرة الخزانة جانت ييلن حذرت من أن الإغلاق قد يؤدي لتأخير أعمال تحديث البنى التحتية مع وجود عشرات المشاريع التي تنتظر موافقة حكومية فضلاً عن أن الإغلاق سيقود لتراجع الناتج المحلي بعشر النقطة المئوية أسبوعياً وبانتظار الوصول لمنتصف ليل السبت الأحد بتوقيت واشنطن تصلت الأنظار على الكونغرس انتظاراً لاحتمال إنقاذ الحكومة من الدخول في حالة شلل والوصول إلى اتفاق اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين حسن جولد العربية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر